اشتركوا في القناة صباح الفلية دكتور زي حضرتك يعني ايه تشيخ دي عملية الجسم كله بيمر بيها اكيد وانت كنت 8 سنين ولا 5 سنين مش زي دلوقتي وانت عندك 12 سنة وحاجات زي فالمهم ان المرحلة اللي احنا الخلايا بيحصل لها تأكسد وتبتدي تتشيخ الحرب التشيخ دي او الحرب ضد التشيخ اخدت اشكال كتيرة جدا جدا بس برضو عايزين نحط لها زي ما بيقولوا فريم وايه العلامات كمية وايه الحاجات اللي تزود وايه الحاجات اللي تقلل التشيخ ما شاء الله انت تسافري في اليابان وكده عندك كم سنة يا عام يقول لك 85 سنة انهارك يسوى ما تحسش انه هو 85 خالص اصغر مننا بكتير ففيها شوية حاجات في الاتموسفير وفيها شوية حاجات انا دايما اختصرها بحرف الاس الاس دي الشجر وكتره السكر وكتره غالط يخلي الدايرة بتاعت التشيخ اسرع بكتير الاس التانية السولت يبقى الاثنين ابيض السكر والمالح السكر والمالح دول عايزين نقللهم ايه كمان بقى الحكتين السموكينج التدخين ده اه والله لو كان مش عارف ايه كنت قتلته انا اعتقد هو ده اللي اصف عمري ناس كتيرة وهو اللي عجز ناس كتيرة هما اللي خلاهم يحصلوهم تشايف ده الستات من كتر شرب اللي بتاعت تلاقي هنا فيه تجعيد تظهر لها بكميات رهيبة بس ما شاء الله ترند دلوقتي في السوق او البتاع كلهم بطلوا الدخان صحيحة بيشربوا حاجات تانية وشيشة بتاع النامة برضو التدخين الاس التالتة اللي هي السموكينج ضروري ضروري نبعد عنها ايه كمان من الصن علشان كده انا اقول محجبات الشمس دي بتحمينها نمر واحد بتحمينها من التشيخ بتاع الوجه تشيخ الوجه والتجعيد دي لما احنا حنحط الاس اللي هي السونسكيرين دي والاس اللي هي بتاعت الشمس عشان كده دايما نقول محجبات الشمس دي كل حد يختار النوع الملائم له ايه كمان عشان فيه اس حلوة اه اس حلوة الاسبورت الرياضة في حتة اوبن اير دي بتغير مفاهيم الشخص وتطلع حاجة اسمها ادرينالين وتلاقي الراجل عنده او الست عندها يوفوريا حضرتك الجيم دلوقتي في مصر تعرفيش تدخليه من الزحمة يعني فعلا تعرفيش تدخليه بالدور وبالطوابير وبالحجز وكده الاول كن يقولك فيه جيم في المهندسين والجيم دلوقتي في كل شارع 3-4 جيم الحمد لله فعلا الناس مهتمة بالرياضة جدا الاس دي والدنيا ابتدت تتغير خصوصا ما بقاش في حد كمان سايب نفسه يبقلص لا كله مهتم بزبط مهتم اللبنانية يقولك عما ينتبهوا الحالهم يعني بينتبهوا الحالهم كل مصر عما ينتبهوا الحال فكل مهتم بيبعدوا عن الاس اللي هي الشجر يبعدوا عن الحاجات الحلويات جامدة دي ما فيش الكلام ده خلاص الاس التانية الملح اللي هي الصن ودي نبعد عنها خالص خالص في الوقت اللي هو ميت دي ودي مهمة جدا 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 وفيه بقى اس كمان الاسترس الاسترس ده اللي هو الضغط اللي هي ضغوط الحياة بتشنج وبتتعصف بسرعة ما فيش اي مانع كده لكن السبورت دي وصد ده كله دي حاجة ايجابية حاجة ايجابية التشيخ يبتدي من اول ضد محاربتنا ضد التشيخ وده هنقعد نتكلم فيها كتير واحدة واحدة يعني اس اس كده هناخدها بالراحة ضروري ندافع عن جسمنا ازاي ما بقادش ما بقول لحضرتك الشخص دلوقتي لا يمكن تديله سنه يا سلام اللي كانوا في الجناة دون تديهم ستينات وسبعين بالضبط انها الدنيا تغير بس هي مش تجميل يا دكتور كده ولا هو ده يعني محافظة ووقاية لا ده اللي هو الحفاظ على انما ابتدى الحاجات زي الهايفو والقلسيرة التكنيك العالي جدا للوش وكده كله بيعمل طقم هايفو والقلسيرة ده بتتفرد الوش فيه جامط خالص خالص وده تكنيك بيجي للزغيرين شوية علشان الدنيا تتفرد فيه ما بقاوش يحبوا الحق ما بيحبهوش فيقولك انا احب هايفو والقلسيرة والدنيا تتفرد وتدي نظارة مع الحفاظ على الاس اللي انا عمالة قولها دي الدنيا هتلاقيها اتغيرت خاط ايه كمان وده مهم اوي حتى البوتوكس بقى نعمله في حتة هنا كتيرة عشان الدنيا تفرد المية و11 الدكاتر دلوقتي عارفين العضلات وعارفين سمت وعارفين هي فيد دي بنسميها الفورنتالس اللي هي بترفع الحواجب ودية اللي هي مش دي كمان تتفرد لا عشان الحاجب يفضل في مكانه فيه كمان قلت يا دكتور قبل كده مش لازم تتفرد كلها عشان الرياكشنات بالزبط الرياكشن مهم عشان كده من الأسئلة اللي غريبة انت بتشتغل ايه دي مهمة جدا طبعا ليه انت مزيعة ومشهورة وووووو أو ممثلين المسرح كمان بالأخص ممثل المسرح فضروري الاكسبريشن دايما لا أفقده يعني خليه يعرف يعبر يزعل يفرح يتدايق يعمل التب الدنيا دي كل دي الوسائل اللي أنا بشتغل بيها ضد التشيخ ضد يا نورهان صباح الخير ازاي حضرتك الحمد لله تفضلي الدكتور معيك والله يا دكتور انا شعري مجاعد وعاوز عليك لشعر المجاعد شعرها مجاعد اتفضلي يا نورهان وعاوز عليك كل شعر المجاعد بس غير الكيراتين والبروتين عايز عليك غير الكيراتين والبروتين طيب حاضر تتعندك كم سنوة يا نورهان عندي 14 14 يا ربنا نخليك ان شاء الله شعرك حيبتدي الفترة دي بالذات يحصل له تجاعد مع البلوغ دي اول فترة يبتدي الشعر يتجاعد فيها شعر المتجاعد ده ما فيهوش مشاكل هنعيد تاني الشعر المتجاعد ده ما فيهوش مشاكل المهم ما يبهاش خفيف المهم ما يبهاش يرفع واني بتدي نعالجه حيبتدي يتحسن قوي برضو التحاليل المهمة اللي هي وظائف الكبد والهوموجلوبين والاير اللي هو الحديد دول كلهم هتلاقي الشعر يبتدي يتحسن الشعر احنا ما بيناش نلاقي واحد واحدة في التلفزيون شعرات مش ناعم ونازل مهفف لان الدنيا بقت الوسائل الحديثة خصوصا الكيراتين اللي هو زيرو فورمالين والنانو كيراتين النانو كيراتين ده امن 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 بنسبة 100% فتب الدنيا ماشى كويس اوي 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 ان شاء الله ناخد حمدية كمان يا حمدية صباح الخير اه صباح النور اهلا بك حبيبتي شرفتين اتفضلي الدكتور معاك ايوة دكتور اهلا السلام عليك الله يسلمك اللي هو بنت عندها اه عندها جنب مناخرها كده بتاعها احمر ايه وفي حبوب عند مناخرها هنا في حاجة حمر وفي حاجة حمر اللي هو اه على الجنبين عند انبان اه وفوم ويطلع فوم حبوب حمر كده اه صغير هي عندها كم سنة هي اه عندها اربع وشين سنة في كل الطيب اه يا سلامك دكتورة بينا ماشا الله ربنا خليها اه حاضر يا فانتم هقول لي سيادتك طيب يبقى اهم حاجة دي عندها نوع من انواع البشرة الدهنية البشرة بتزار في مناخير بس يا دكتور ما هي البشرة الدهنية بتعمل هنا روس سودا او بيضة هنا في حوالين المناخير فدية بنعمل لها تنظيف هي هتنزل تجيب اي حاجة من المنظفات اللي يافسو بس ما تدعكش جامل تعملها بالراحة خالص خالص مرة في اتنين في تلاتة الترتيب بعد العملية التنظيف دي مهم والمرطبات برضو بنسميها مرتبات الجيل التالت للوش كتير قاو قاوية بناخد محمد كمان يا محمد صباح الخير صباح الخير يا فهند اتفضل الدكتور معيك ممكن اتكلم دكتور عاصم اتفضل معيك ماشي يا دكتور بعد اذنك بتعرق كده مثلا او بمشي في الشمس شوية بحس ان وشي جاله تعويرة كده بفيتة قوي يعني بحس ان وشي حس ان فيه خربوش او حاجة زي كده لا بيتعرض للشمس بيحس ان وشه جاله خربيش اه لا قبل طب محمد حاول تصل فيناتين قبل المحمد قبل الخربيش بتجيله حاجة حويصلات مائية تطفي على خربيش اه بيقول بيعرق فعلا جامد وبعد كده بيجيله اه دي بس سهل لا خالص يا محمد هنعمل ايه هنحط محجبات الشمس هنا انا دايما اقول المعلومة دي محجبات الشمس دي ما هياش دلع لا لبعض الناس مش بيدوروا على اللون بس يعني مش كل الناس اللي بيستخدموا المحجبات دول اه عايزة تاخد برونزي ولا عايزة لا ولا عايزة تطب بيضة بس لا لا ده اقول استاذ محمد دي اساسي ليه انه دايما ياخدها كل التلات ساعات وهو قبل ما يتعرض للشمس فعمرها ما حتجيله الفقافيه دي لان دي حساسية ضوئية حساسية ضوئية حنعملها كده ويكررها حتلاقي الدنيا باقي كويسة اوه ان شاء الله نكامل يا دكتور التشيخ واحدة كنتم بتقول فيه حاجة مهمة جدا التشيخ برضو اسمها عادتنا في الاكل ضروري تتغير ضروري وانا دايما اقول ان اللي هي كل الحاجات اللي فيها نبعد عن الاس والاس اللي هي الشوجر وكده ونقدر ناكل الحاجات الصحية اللي هي الخضار الطازة وا 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 عادتنا علشان حاجات مضادات التأكسد دي مهمة جدا 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 يبا اكبر اس واهم اس الشبس الاس اكتر اس التانية التدخين التدخين نبعد عنه والاقلاع عنها دي مهمة اوي لكن في بشرة اللي هي البيضة البيضة اه اوي اه دي بتعجز بادري بسرعة افتر من الغمقة طبعا يعني يقولك انا صمرة وبتاعو الحمد لله انها مش هتتجعت بادري انما الصمرة دي فيها عشر سنين بعد البيضة البيضة دي ايرلي رينكل يعني ايه ايرلي رينكل يعني تتجعت بادري اوي 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 فعشان كده بيبتدوا يستخدموا الصانسكرين بتاعهم بادري علشان ما يجهلهاش اي التجعيد ده لو تثبت نفسها كل البيض دول وخصوصا الدراي سكين هنلاقيها اتجعادة بادري اوي في مصر هنا الغالبية العظمة امحويين ودول ما بيجعدوش يعني التجعيد عندهم متأخرة بس ياخدوا لون زي الهوى يعني التصمر بقولك بتمشي لغاية الناصية وترجعت لها لون تاني خالص ماشي كده ولا مش ماشي المهم يبقى البيض اوي هم بس اللي يقلقوا من موضوع التجعيد بدري في التلاتينات مثلا يا دكتور من اول العشرينات والعشرينات لا اه يبتدي يزهر لهم مع فيه اماكن للتجعيد علشان كده البوتوكس مع الجماعة دول بنستخدمه بدري يعني هنا الكروس فيد دي اللي هي التجعيد اللي هنا دي الحركية المية و 11 دي كل ده بقى البوتوكس انه مستخدمه بدري مع الهايفو والقلسيرة كفاية استخدامات الهايفو او تكنيك الهايفو قال للاستخدام الفيلر الفيلر قال للااوي مع يعني ليه لان الهايفو والهايفو زي ما بيقولوا بيفرد الدنيا اوي 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 كمان وفا استخداماتنا لل يعني الهايفو والهايفو زي ما بقول دايما قللت استخدامات الفيلر يعني او بدل ما كنا نحقن حقنتين بقنا نحقن حقنا واحدة مهم الكلام ده نحافظ على مضادات التشيخ دي بقدر الامكان ماشي زيناك دكتور معنا تليفون يا سلمة صباح الخير ألو طيب حاولي تتصل بينا تاني والتليفونات موجودة معيكو على الشاشة نرجع تاني ما رجوعنا ان في بعض البشرات وبعض الامراض او نوع البشرة زي ما بقولت تجعت بسرعة وفيه نوع بشرة ما تشوفش التجعيد كل ما اغمقت البشرة وباقت زي ما بيقولوا فرني كده اللونها مش فرني بيلمع صمرة وبتلمع زي اخوانا عند اللقصر واصوان وكده ما بيحصل لهمش تجعيد تلاقيها قاعدة قدامك دي عندها حاجة وستين ثمانين ثمانين والدنيا مفروضة فردة جميلة ولا حتى وهي بتتكلم وبتتحك ما فيش عكس اللي هي تبتدي تتجعت من هنا والمية حتى لما تيجي تستغرب او تعمل سكويز كده هتلاقي دي تبتدي تتكرمش انا دايما انصحهم علامتين عندك لو اول ما تشوفيهم تعالي اعملي هايفو او قلسيرة او تعالي اعملي بوتوكس اللي هما ايه وانت بتتكلمي او بتتحكي دول بانو اوي دول بانو اعمليهم من بادر لو هي عايزة تكشر في وش جزها ولا حاجة تحليها حيبان عليها المية و 11 مفيش ده لما لما تستغرب وتلاقي حواجبها طلعت وهنا الدنيا اتعملت تجعيد كتير خالص خالص دي فتلاقي الدنيا تتعدل بوتوكس ونعملها دلوقتي استخدامات البوتوكس بقت منسيب الوش ناتشرا يعني مش شرط حكاية الفردة الجامدة دي لا ليه يا بنعمله كده بنراحة كده عشان تدي تعبير من الناس طيب حدايك ممكن كنت من شوية بنتكلم على الجونة خالينا بقى بمناسبة مهرجان الجونة حدايك كنت شوفت فيلم يوم الدين اللي بيتكلم على مرض الجزام يعني ايه مرض الجزام هو طبعا ده في دقيقة واحدة يعني الصراحة فيلم عظيم ليه طبي كمان يعني ايه طبي هو البطل مريض جزام بالزبط نمرة واحد الجزام معدي ده اسئلة مهمة للناس هو نوع من الجزام معدي اللي هو منسميه open case of lebrometis lepros فيه نوع من الجزام العقدي اللي هو البطل الفيلم عنده الجزام ده ده معدي كان معدي لكن الWHO عملت ريجيمين قضت على الجزام في العالم كله والواحد يعرف اميتهم من كده فيه ادوية من اللي بياخدوها في المستعمرة بتخلهوش معدي وفيه ادوية تانية ما بتعالجه هو لكن التانية ضروري ان تتاخد جوه بق علشان نضمن انه ما يعديش حد حد المهم دكتور احنا لازم هنتكلم عليه يوم الاتنين اللي جاي ان شاء الله ضروري لا ده ضروري جدا لان الناس قالوا ازاي ده سايبينه وهو اسمه بشاي ازاي نسيبه كده وهل ده معدي ولا لا هنتكلم عليه باستفادة المرة الجاية اكيد اتشرفتنا دكتور شكرا لك دكتور عاصم فارق شكرا لحضراتكم واستنونا بكرة في حلقة جديدة من صباحك مصري